كل سلام حضراتكم طيبين أنه بداية عام دراسي جديد وكل أسرة يمكن مع بداية العام الدراسي جديد بتفضل تفكر في الميزانية بتاعت المدارس خاصة الناس اللي عندهم اتنين وثلاث طلاب في المدارس يعني بتبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا جدا على كل أسرة وأكيد يعني يعبق على كل أسرة الوقت أنهم بيقدروا يفكروا إزاي يعملوا ميزانية بسيطة لشراء أكبر قدر يمكن من مستلزمات المدرسة في المقابل بتلاقي ناس كتيرة بيفضلوا يفكروا إزاي يستخدموا المستلزمات يعني بتاعت السنين اللي فاتت عشان يقدروا أنهما يوفروا في حال تواجدها أكيد لأن أنت عارف أكيد الأطفال بضيعهم وإحنا كنا كده أنا كنت كده أنا كمان المستلزمات اللي اتكلمت عليها بسانت بتتلخص في الشنطة في الكوتشي في اللبس في اللونش بوكس في الأدوات المدرسية الألم والكراسة وخلافه طيب في ظل ارتفاع الأسعار إزاي نعمل ميزانية إزاي أوفر ده لو أنا عندي طفلي واثنين وثلاثة الموضوع حيبقى مضروب في واحد واثنين وثلاثة إزاي أحكم الميزانية دي؟ إزاي أستخدم مستلزمات السنين اللي فاتت أوعيد تدويرها بشكل ده اللي حنعرفك من خلال ضفتنا اللي بنورانا في السوديو دكتورة رضو حمزة استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والضفولة أبجامت حلون أهلا بك دكتورة أهلا بحضرتك إزاي نعمل ميزانية بسيطة نتجنب بيها قصة ارتفاع الأسعار إزاي أعيد تدوير الأشياء الخاصة بالمدرسة عارك عارفة أن المدرسة دخولها يعني بلق أو كتلة كده من الفلوس بالنسبة لأي رب أسرة إزاي أفنت بقى الكلام ده ويعني أخب من اللي فات وأبني علي عليك في الحقيقة زي ما حدرك قلت إحنا مش عاوزنا تبقى عبقى إحنا عاوزين نبقى مخططين لميزانية المدرسة من قبل معادي المدرسة في فترة طب أنا مخططتش عمليه خلاص هبتدي إن أنا أقوم جاية جايبة الحاجات اللي عندي أجريدها أشوف المبلغ المالي اللي معايا متوفر اللي هو قادر أوفر احتياجات المدرسة لمدة شهر يعني أنا لو مش مخطط من فترة عشان ما يبقاش عبقى علي مبلغ مالي كبير أنا بخطط ليه الاحتياجات المدرسية لمدة شهر واحد فقط ليه لأن أنا هيظهر عندي طوارئ هيظهر متطلبات أخرى الولد ممكن فيه حاجات تتلف منه فيه حاجات موجودة زي محرك ما قلت والأستاذة بسانت من السنة اللي فاتت أقدر أن أنا أعيد تدورها لازم أول حاجة أحدد المبلغ المالي اللي أنا مخصصات لنفقات المدرسة بحيث ما يسببش عبق على الأسرة طيب خصصت المبلغ المالي أبتدي أن أنا أشوف أجريد الاحتياجات اللي عندي الحاجات اللي عندي مستلزمات المدرسة من السنة اللي فاتت شنطة عديمة تتغسل تتضبط لو في حاجة عاوزة تتصلح تصلحات بسيطة هتتصلح إزاي المدرسة طبعا لو أكيد فيه فصول اللي هي فصول النقل اللي هي أصوى وتتغيرش من الأول ولا ابتدي أبتدي أن أنا أشوف أقسها على ابني مظبوطة الدنيا تمام كرسات قديمة استغلها كرسات قديمة استخدمها تاني ودي نقطة يعني أنا بناشد فيها المدارس بعد إذنكم بلاش حددوا لأولياء الأمور عاوزين كشكول مئة ورقة كشكول حددك عارف أن الطفل بيتحرك كتير جدا والأصل لو جبت له الثمانين ورقة أو النية ورقة هتتلف قبل ما يخلص الكشكول نفسه فيش مانع أن أنا أستخدم الكشكيل والإقلام اللي موجودة معه نسمعش كده من حضرتك يعني كده نداء للمدارس في موضوع السابليز ونقول لهم كده يعني بعض المدارس تتقي ربنا في قصة أن هم يغالوا جدا في قائمة وخصوصا طبعا لو أنت عندك طفل أو اثنين أو ثلاثة في المدارسة الموضوع بيبقى وفيه حاجات ما بتستخدمش بالفعل بالزبط يعني أنا بحدد الاحتياجات الضرورية جدا جدا اللي هو تستقيم بها العملية التعليمية على الأقل ما أعكر رأسها مع الكتب بتاعته ومع الألام اللي معاه ما حدد لهش نوع معين هو رب الأسرة هو حر عاوز يجيب نوع معين جودة معينة بسعر معين زي ما هو محب طيب أنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك حددت المبلغ المالي وشفت أنا عندي إيه طيب وأنا بشوف احتياجاتي طبعا إحنا عارفين احتياجات المدرسية مين بيدخل معايا ابني فيها لأنه ولا هيستخدمها لازم أبقى قاعدة مع ابني في حوار لطيف بيني وبين ابني إن أنا إنت محتاج إيه واحد اتنين تلاتة لازم أعلمه فن ترتيب الأولويات إيه اللي لازم نجيبه الشهر ده طب بص إحنا نجيب واحد اتنين ونقجل دال الشهر الجاي لحد دا ما نشوف إحنا هنحتاجه ولا لأ خلينا نقسم كما حضرتك إيه هي الأساسيات وإيه هي الكامليات النهاردة أنا مثلا لسه ابني هيدخل مدرسة يعني أول سنة لي إيه الحاجة اللي أجبها له دلوقتي يعني كويسة كواليتي كويسة أوي جودة كويسة أوي عشان تكمل معاه ميجيش يقولي السنة الجاية أنا عايز شنطة جديدة لا هي الشنطة دي مكملة معاك اللانش بوكس ده ده مكمل معاك الزمزمية دي مكملة معاك إيه الحاجات الأساسية تكمل معانا وإيه الكماليات زي ما حضرتك ما قلت اللانش بوكس لازم اختار أفضل نوع واللي هو المحكم الغلق لأن طبعا أنا بدل ما الولاد ما بيحط فيه الأكل وتلاقي الأكل ييجي على الكرسات والكتب لأنا لازم اختار أفضل نوع محكم الغلق بالنسبة لي الشنط طبعا الشنطة اللي هي لازم تكون متينة الشنطة نفسها بتكون عريضة عشان اللي هو الحزام الشنطة عشان يستحم الجزء المخصص اللي هو مسكل على كتف الطفل يبقى مساحته كبيرة ما يبقاش مرهق الحزاء نفسه ده مهم جدا جدا وبيقعد طبعا فترات طويلة في المدرسة وبيلعب لازم حزاء متين وحزاء جيد ومريح دي نقطة برضو مهمة زي محاضرتك ما قلت الزمزمية لازم تكون طبعا معزولة وتكون بشكل جيد ويكون دايما للطفل احنا نديله خيارات ان هو يقدر يشيلها كده على كتفه او ان هو يحطها في الشنطة فيه لها مكان معين يعني مهم او ان انا اريح ابني في الاحتياجات زي محاضرتك قلت ايه الاساسية الشنطة الزمزمية اللانشو بوكس اللي بيروح بالمدرسة الحزاء دي حاجات اساسية طيب بالنسبة بقى للكماليات انا مش عاوزك مش عاوزة اولياء الامور يشتروا الحاجات اللي هي ذات جودة عالية احنا عارفين كلنا معظم نخصا لما يكون الطفل لسه اول مرة يدخل مدرسة ما بيبقاش عارف ازاي ان هو يحافظ شوية على احتياجاته فانا ما جيش من اول زبور وهو لسه بيتعود عن مدرسة ما جيبلوش حاجات عالية اول وفي الاخر ييجي من غيرها اصلا فمهم او ان انا اجيب حاجات جودة متوسطة وبكمية قليلة بحيث ان انا اعلمه ازاي يحافظ على حاجته هنا مكان الكرسات هنا مكان الكتب هنا مكان المقلمة بتاعتك هتحط الاقلم بشكل معين عشان ما تبهدلش الشنطة بتاعتك لحد ما يتعود ويعرف ازاي ان هو يقدر قيمة الاشياء طيب ده بالنسبة لكده فن اعادة التدوير اعتقد ان ده بتبرع فيه الستة المصرية يعني هي تاخد دكتورالة لو قررناها بأي ايه ستة في العالم العربي تعمل ايه احنا هنقول اعادة التدوير طيب لو كلمنا مثلا عن لبس المدرسة خصوصا البنات الحاجات التطريز الحاجات الاكسيسوري البسيطة قوي لو احنا عندي زي من السنة اللي فاتت اعمله تجديد بسيط يعني توكا مثلا هنا الحاجات اللي هي الاكسيسوري اللي بتتجاب وطبعا احنا اليوتيوب ما خليش يعني افكار كتيرة جدا جدا في تجديد زي المدرسة كذلك برضو الكرسات والاحزية برضو فين تطريزات بتبقى بسيطة قوي بتبقى جميلة في الاحزية بتدي حتى ممكن نشارك ولادنا فيها تطريزات بسيطة في حاجات بتتلزق فسهل جدا والله هي غسلة كده في الغسلة يرجعها جديدة تاني هي غسلة وشوية تطريزات يعني حاجات حتى لو البنت بتبقى معايا ومشاركة للموضوع بيبقى الموضوع في حب وفي رياح ليبقى ريحت الطفلة ما قلتلوش ان انا مش هاجبلك فبس وفي نفس الوقت عملت نوع من النوع السعادة بالزبط بالزبط ممكن اعمل ايه تاني يا دكتور؟ يعني زي ما احنا قلنا حركة لحزية زي الكراسات نفسها نقدر نعمل لها اعادة تدوير حتى لو انا ما لقيت الكراسات زي ما قلت حركة بيبقى الاطفال برضو استهلاكهم غير الكبار ما بقدرواش يحافظوا قوي على الكراسات مهمة قوي ان انا اجيب لهم الكراسات اللي هي تكون الورق بتاعها سميك لان طبعا مجرد ايد الطفل بتعرق ومجرد ما بيكتب فيها مرة بتتبهدل منه او بتتنى منه فمهم قوي ان يكون الورق نفسه يكون جيد طب المعارض اللي عاملها الدولة المدارس الفجالة الحاجات دي تنصح بيها ازاي الاسرة المصار تشتري منها ايه ايه اللي موجود بشكل كبير ايه اللي مش موجود طبعا كل حاجة انا شخصيا اشتريت لولادي من المعارض اهلا وفيه معارض اللي هي مبادرة كلنا واحد المبادرات دي ممتازة جدا كل حاجة موجودة بالمناسبة اللي لقيت فيها كبان كتب خارجية مستعملة وباسعار مخفضة جدا فده نقدر برضو نستعين به بشكل جيد طيب ازاي النهاردة ابني عند ابني او بنتي فكرة ان هم يحافظوا على حاجتهم انا اقولك على حاجة بصراحة انا وانا صغيرة ما كنتش عارفة امت الحاجة او يعني مع طبية طفلة يعني وكنت بضايا حاجتي على طول وده كان غلط انا كان عندي فكرة ايه هجيب غيرها النهاردة بس انا على ايامي انا الحاجة كتبرو يعني كترخيصة يعني طبيعي النهاردة لا فيه مغالاة في حتى طلبات لان زمان الحياة كانت بسيطة يعني حتى مكتش فيه المدرسة مكتش تقولك والله لازم الكراس تبقى جامبه 360 صفحة ولا لازم لا كانت الكراس عادية بنجيبها وبسيطة مفيش مغالاة مفيش طلبات كتير من الناس عمتنوا فالنهاردة ازاي يعلم ابني او بنتي ان هما ما يعوش في الحتة دي او ان هما يحافظوا على حاجتهم الزمزمية حافظ عليها لان دي حاجة هتفضل معك كتير الشنطة نفس الحاجة الجزمة متعودش توسخة او تبهدلها عشان خاطر هتفضل معك السنين الجاية اعمل ده ازاي ازرع في ولادي ده ازاي دي حاجة مهمة اوي يمكن اولياء الامور عايزين يوصلوا لها مع ولادهم اول حاجة زي ما حركتين اعوز ازرع قيمة لابد من حاجتين ان انا قعد الح على نفس القيمة بالكلام ما نزهقش ما نقولش خاص هو مش مرتب ومش منظم واستسلم الحاجة التانية انا اطبق معه واساعده يعني احنا برضو احنا زي ما حركتين قلتي طفل اول مرة يدخل المدرس اعوده ده ما كان الزمزمية ده ما كان اللانشي بوكسر تقفله ازاي وتفتحه ازاي اعوده من وانا في البيت طيب ده ما كان الكرسات خلصت حطها ما كان اي حاجة هتتلف هتتقسم من مصروفك خلي بالك من حاجتك اجي كل يوم وهو راجع من المدرسة افتح شنطته واتفرج انا عليه تعالى بقى انا مش هنديته التنبيهات الصبح وهو راجع ليه ده مش محطوط في مكانه فين الاقلم بتاعتك الألم ده ساعات احنا بلاقي الولاد جايبين الألم مش بتاعتهم أصلا وبالغلط طبعا رجعوا يا حبيبي ايب كده اه بالزبط اه يعني انت يقول لي انا ما اخدتش بالي لا لازم تاخد بالك من حكتك حكتك موجودة في مكان معين وما تغيرهاش مكان المألم هو ثابت مكان الكرسات ثابت انا بسبت له الأماكن بحيث ان هو يمشي زي روتين حافظ خلاص هو بياخد على نفس السيستم ادي مكان المنادين كنتش بتاعك تبهدل امسحه ما تجيش متبهدل اعدل لبسك طول الوقت لو ضيع حاجة بقى باكتو بيسكس بقى لو انت ضعت اللونش بوكس كيس بقى تاخد كيس معك وانت راح المدرس لحده ما تحوش من مصروفك ونشتري غيره لكن لازم يشعر بقيمة الأشياء حلوة دي فانتبين المداومة انا عشان اغرز قيمة لازم يتعود هو هتلاقيه اوتوماتيك معلش هتتعابي اول شهر اوتوماتيك هو حافظ كراصات ومكانها فيه متحطش الكراصات وهي متنية افرد كراصتك قبل ما تحطها جوه الشنطة لو هو عمل كده برضو ان انا لازم اديله برضو ثواب مايبقاش تول الوقت احنا بنعقب بنخصم من المصروف لا برافو عليك انا بيعجبني فيك انك انت محافظ على حاجتك اجيب له هدية حتى لو بسيطة لو براية شكلها حلو لو حاجة هو بيحبها كمان مش شرط بقى مش هندخله كله مدارس حتى نوع من انواع المكافآت اللي هو بيحبها عاوز يروح مثلا مكان معين اخرجه وهكذا شكرا لك بالتأكيد ده نصايح مهمة جدا يعني كل الاسرة المصرية محتاجها في التوقيت ده وخصوصا مع ارتفاع الاسعار اعتقد ان هي رشدت قالتها لنا الدكتورة روضة حمزة ابو الفضل استشاري ادارة مؤسسات الاسرة والطفولة في جامعة